عرض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات انتباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاصيا وهو حصير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنِيَا مَصَابِيحَ بمسابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعطدنا لهم عذاب الصعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئص المسير إذا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِقًا وَهِيَا تَفُورُ تَكَادُوا تَمَنْ يَسْرِ إِنَّا الْخَيْذِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌّ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَزِيرٌ قالوا بلى قد جاءنا نزير وكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع وناقل ما كنا في أصحاب الصعير فاعرفوا بذنبهم فصفقا لأصحاب الصعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير وأسروا قولكم أم اجهروا به إنه عليم بذات السدوء أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّقِيفُ الْخَبِيرُ هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رسقه وإليه النشور أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْصِفَ بِكُمُ الْأَغْرَفِ أَمْ أَمْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَظِيرُ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرُ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْخَيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَةٍ وَيَقْبِظِنَ مَا يُمْسِكُهُ النَّا إِلَّا هُوَ أَمَادٍ إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقهم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطو ونفور أَبَمَنْ يَمْشِي مُكِبَّا وَعَلَى وَجِهِ أَهْدَاءً أَمَّنْ يَمْشِي سَبِيًّا عَلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَبَمَنْ يَمْشِي مُكِبَّا وَعَلَى وَجِهِ أَهْدَاءً أَمَّنْ يَمْشِي سَبِيًّا عَلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم الصمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تهشرون ويقولون متى هذا البعض إن كنتم صادقين قل إنما العن عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة انسيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين فمن يجير الكافرين من أذاب عليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتكم بماء معين صدق الله لعظيم